السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله والأخوان وبإياكم اليوم إن شاء الله وبإذن الله نحن نستكمل سلسر الدروسكم في ابلاد سيرتفايد بوفيشنل انتحان 220-801-120-1202 نحن انتهينا من موضوع الهاردوير اسنتشيال نحن اليوم بنتكلم حول بورتبل ديفايزيزيز لما موقول بورتبل ديفايزيز يعني بورتبل ديفايزيز يعني بورتبل محمول نقال يعني شي بتاخده معك حتى ما بتروح ديفايزيز أجهزة يعني أجهزة محمولة وأجهزة نقالة كما بالنسبة للسوفتوير اللي ما تحتاجش إلى عملية تحميل وممكن تاخدها معك بالفلاش ديسك يسمى بالبورتبل أبليكيشن أو بالبورتبل سوفتوير في نوع من أنواع الفلاش ديسكات يسمى باليو اس بي أو بالسمارت يو اس بي مقصود هنا بالسمارت يو اس بي إنه إنت على سبيل المثال لو محتاج تروح على مقهى إنترنت ونفترض إنه مقهى إنترنت ده ما عندوش أدوبي أكروبات ريدر على سبيل المثال بس فإنت عندك أدوبي أكروبات ريدر بورتبل مستب في الفلاشة تبعك يعني في الفلاش ديسك عندك فكل ما تحتاج إنك تركب فلاش ديسك تبعك وترنى البرنامج بس شفت الفكرة ده ما يسمى بالبورتبل بروغرام أو البورتبل أبليكيشن أو البورتبل سوفتوير تمام؟ نحن وضعنا على البورتبل ديفايزيز طوبك A لابتوب عن البورتبل كمبيوتين ديفايزيز كومبوننت نحن عارفين إن اللابتوب دي عبارة عن لاتشيز يعني عبارة عن مقابس تتبت هنا في الأسفل حتى تمنع عنه اللابتوب يفتك تمام؟ وعشان تفتح لازم تزيح دي حاليا مش متبعة كانت متواجدة في اللابتوبات القديمة مربعة الشكل زي ما تشيف عندك ده اللابتوب مربعة الشكل في اللابتوب بيقي مستطيل الشكل بشكل ده تمام؟ دسبلي تاتش باد معروف إنه بتستخدم انت التاتش باد عشان تتعمل كنترول في الكارزر أو في الماوس البطن لفت رايت زر اليمين واليسار زر الباور كيبورد نوع عفلات أو ما يسمى بالميني كيبورد اللابتوبات اللي قاية عندها الكيبورد تسمى بالميني كيبورد اللابتوبات القديدة اللي مزودة بالقانب الكلكوليتر أو بقانب الحاسبة تسمى بالفول كيبورد سيكيورتي كابل سلوت المقصود هنا بالسيكيورتي كابل سلوت ده مش إنه يعني سلك أمني إنه إنت لما بتبند الكمبيوتر وبتغفل عليها بالسيكيورتي كابل سلوت مع بتفتكش لا المقصود إنه إنت لما تطلع معارض إنت تشوف اللابتوب معروض يعني الزبون ممكن يمسك اللابتوب ممكن يلص اللابتوب ممكن يشتغل عليه يقربه يشوفه بس لو فكر الشخص ده إنه ياخد اللابتوب أو ينقله من مكان إلى مكان منفعش تعرف ليش؟ عشان اللابتوب عنده سيكيورتي كابل متبت عرض القدار أو عرض الطاولة إذن هو بيسمح لك إنك إنت تتنقل وتمسك اللابتوب بمسافة 1 إلى 1.5 متر وده المقصود بالسيكيورتي كابل هنا موديم جاك حاليا مش متبع مش موجود أو ما يسمى بالRG11 تمام RG11 PC Card Slot مستخدم عشان مسألة تركيب الشقوق أو التطوير USB Board Power Connection Jack المنفذ الخاص بالطاقة Audio Board ومنفذ الصوت Video Serial Board LBT اللي هو منفذ الخاص بالPrinter Link Printer Terminal أو ممكن نسموه عبارة عن DB25 كمان نفس الأسل ما فيش مشكلة حاليا مش متبع حل محل ال USB Power Report إضافة إلى الفيديو إضافة إلى Docking مقصود بالDocking هنا هو عبارة عن إضافة قدرات إلى قدرات الكمبيوتر إيش هي القدرات؟ نحن بنتكلم عليه وبنشوفه بعده Portable Computing Devices Type للمساعدة الرقمية الشخصي Tablet PC Notebook Pocket PC إضافة هنا بشكل عام عبارة عن Smart Smart Phone بشكل عام بشكل عام قد يكون iPhone وقد يكون Galaxy تمام؟ وقد يكون من LG كمان Optima مش مشكلتنا تمام؟ طب بشكل عام قدم يتدخل تعمل بشكل عام مجموعة قدرس الزب بشكل عام مع هذا على ثقاف الموبايل سيستم بورد المادر بورد الخاصة باللابتوب طبيعي جدا انه اقل حقم او اصغر حقم ما اذا قرنت في الجهاز الديسكتوب تمام ومن الطبيعي جدا والمنطقي جدا انه تكون تاخد ريسورسيس طاقة اقل ليش عشان هو لابتوب عشان انا باعتمد كمصدر اولي للطاقة البطارية فما ينفعش مكونات اللابتوب او ما ينفعش انه اللابتوب يكون ياخد نفس الطاقة اللي بياخد الدسكتوب شفت كيف طيب اضافة الى انه مجموعة من الامور زي الفيديو والساوند والنتورك انترفيس يعني النك عندك اليو اس بي بغض النظر عن نوعه قد يكون وانا قد يكون تو قد يكون تري الويرلاس انفراريد ادار اضافة الى الباور من الجملة اللي تكلمنا عليها تمام فكباور مناجمنت انه اللابتوب عكس الدسكتوب اللابتوب بيحتمد على نوعين من الطاقة اللي هو عبارة عن الـ EC زائد الـ DC يعني عبارة عن الكهرباء المتقطعة زائد الكهرباء المستمرة يكون في حالة الكهرباء المتقطعة لما بيكون بلقد على الكهرباء مباشرة لكن الكهرباء المستمرة لما بيكون شغال او رننج على البطارية تمام موبايل بروسيسر زمان كانت الموبايل البروسيسر او المعالقات الخاصة باللابتوب تصنع بتقنية معينة او تختلف عن المعالقات التي تصنع على الدسكتوب على سبيل المثال كان بونتيوم 4 مصنع على الدسكتوب مثلا لكن البونتيوم 4 مصنع على اللابتوب بيختلف من ناحية استهلاك الطاقة من ناحية الـ MMX التقنية الخاصة بالـ Graphic من ناحية تقنية التروتلينك عشان استهلاك الباور تمام فعندك مجموع من المعالقات من شركة انتل زي السيلرون زي الـ Atom الـ Atom مقدمة لجهزة النوتبوك اللي هي عبارة عن 9 انش تمام عندك البونتيوم موبايل يعني محمول الـ Double Core and i7 حاليا المعالقات تم توحيد نفس المعالقات اللي بتصنع للدسكتوب هي نفسه نفسه تصنع على اللابتوب تمام مفيش فرق بيناتهم لانه كل المعالقات صارت كسياسة عامة في الدسكتوب واللابتوب اللي ما يسمى بالـ Greener انه كل منتق بتصنعه على الشركة لازم يكون صديق في البيئة وهذا السبب الرئيسي في تنافس الشركات انه لما بيصنع لك سمارتفون زي الايباد او زي الايفون او زي الجالاكسي تاب والجالاكسي نوت والجالاكسي ستري او دي مجموعة معالقات من شركة انتيل موبايل هاردسك درايب فمصنع بشكل مختلف وهو عبارة عن حكم صغير بالنسبة لعوامل التصنيع ما اذا قرن بالجهاز الدسكتوب فعندك 2.5 انش حكم البلاتر فسرعته يعني نوعا ما اقل من سرعة الدسكتوب ويشتغل طريقة الاكسس او الوصول له بشكل مختلف نوعا ما فمعروف انه في الدسكتوب انه انت لازم تفك الكيس او تفتح الكيس عشان توصل مباشرة لمن للهاردسك لكن في اللابتوب لا فانت بتلاحظ تحت لما تقلب اللابتوب من الاسفل فتشوف عبارة عن مربعات جاهزة الفتح يعني مقابلة للفتح بشكل مباشر جدا فمجرد متاخد يعني وتفتح البراغي فممكن توصل بشكل مباشر الى مكان محدد مثل الهاردسك ومثل الرامات ان شاء الله بنشوفه عملي بإذن الله تمام في بعض انواع من من اللابتوبات خاصة شركة ابل الماكبوك برو فبتصنع لك نوعين من الهاردسكات هاردسك مبني على تقنية ساتا في نفس اللابتوب وهاردسك تاني مبني على الاس اس دي على سبيل المثال ده لابتوب من شركة ابل تمام ليش نحن عارفين ان له الاس اس دي اللي هو 20% اسرع من الساعة تمام فالاس اس دي ده ده ما تنزلك شركة ابل عليها الاوبرا تنك سيستم نظام التجغيل عشان يكون فيه سرعة في عملية الإقلاع وسرعة في عملية الاستدعاء ملفات النظام وقلب الداتا بينما البيانات التانية او المساحة الاخرى بغض النظر عن نوعه كانت 500 جيجا بايت الاخ بغض النظر عن النوع فهي تستخدم عشان تحط انت فيه بالداتا تبعك يعني البرسونال داتا تمام وحاليا صار متبع كتير في اغلب قهزة اللابتوب وخاصة مع مفهوم الالترا بوك صاروا بيعتمدوا بشكل كبير على هاردات الاس اس دي ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم النوع الأول يسمى بالDIB يعني دول اللاين بن والنوع الثاني كان اسمه عبارة عن السيم والنوع الثالث اللي هو عبارة عن الديم دول اللاين بن single-inline memory module دول اللاين memory module لكن في اللابتوب ده متواقد بالنسبة للDIB متواقد مع أجهزة السمارتفون تمام؟ إضافة إلى أجهزة التابلت أما النوع الثاني فصار اسمه so seem وسو ديم وبعض الأحيان بيسموها بعملية الميكرو الميكرو ديم فيفرق هنا ويفرق هنا تمام؟ السو إخصار لكلمة small outline بعدين single-inline memory module small outline double-inline memory module تمام؟ حصل عمليات تقليص للحجم فطبيعي جدا طبعا ملاحظة أن الرام دي رام خاصة في اللابتوب يعني لو بتشوف عندك فهي بشكل ده طبق قريبا أغلبكم شافها فاللابتوب الرام لما تركب ما تركبش بشكل عمودي فيه لا تركب بشكل سلايد يعني بشكل ده إذا كان ذا اللابتوب فهي تنحط بشكل ده وبعدين تتمدد عشان لو ركبت بشكل عمودي بشكل ده فارتفاعها قد يفوق ارتفاع اللابتوب تمام؟ فالغرض أنه ما تصنع اللابتوب ما تصنعهش بحجم كبير ويصير نوع من أنواع العذابة والإعقاب إنك لما تحمله على ظهرك فيصنع بحجم معقول بوزن معقول ده يضل من ضمن المميزات اللي ده أنت ممكن تختار فيه باللابتوب تبعاك يعني من فعش تروح تشتري لابتوب تاتش أو مش عارف إيش وعنده مميزات خارقة واللابتوب بوزنه مش عارف كم كبير جدا با كارتة دي تمام؟ فأنت ممكن تدخل بمميزات وفيتشورس بس مش على حساب الحقم تمام؟ بي سي ام سي اي 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 اللي هو برسنال كمبيوتر ميمري كارد انترناشنل اسوسياشن ده نوع من أنواع الشقوق كان بيستعمل عشان عملية ترقية أو تطوير اللابتوب حاليا مش متبع أو غير متواقد حاليا لأنه حاليا مواصفات اللابتوب قد تفوق مواصفات الجهاز البي سي في أغلب الأحيان تمام؟ فصار هي نفس مواصفات البي سي انت ممكن تحصلها على اللابتوب وأكتر طيب ده المقصود هنا بالبي سي ام سي اي اي ده الشق فأنت من الطبيعي أنه أنت ممكن تركب عليه أحد الشقوق أو أحد الكارد الخارجية الكروت الخارجية تمام؟ قد يكون كارد ويرليس قد يكون نتور قد يكون موديم قد يكون كارد شاشة طيب السؤال يطرح نفسه موقع الويرليس أنتينه في اللابتوب فم متواقد ده اللابتوب عندك الآن كويرليس أنتينه هل متواقد هنا؟ كتشبست هنا بس كأنتينه فهو متواقد في أحد الأطراف إما هنا أو إما هنا الخاصين بالشاشة في الأطراف العلوية إما هنا أو إما في تلقز ودي بعدين تطلع الشاشة كده تمام؟ ليش؟ السراب يعود إلى مسألة عمليات المسح عشان لما بتفتك الشاشة بيكون عنده قدرة بيمسح مناطق أوسع عكس لما بيكون موجود كأنتينه في داختش البورده نفسه أو المادربورد نفسه بيسي كارت تايب عندك لما يكون ون هو عبارة عن 3.3 انش وهذا خاص عفواً أم أم وهو خاص بالميموري عندك لما بيكون خمسة يعني خاص بكل حاجة لكن لما بيكون 10.5 وهو خاص فقط بالهاردسك تمام؟ انت بس خد 3.3 بالميموري وخد 10.5 بالهاردسك لكن الخمسة ما تبقى قد تكون ميموري وقد تكون سكازي أو يوسبي أو فاير واير أو وايرليس بيسي كارت يوزيج عندك الموديم بيسي كارت ممكن يكون على شكل موديم ممكن يكون نيتورك ممكن يكون وايرليس يعني واي فاي والمخشوض هنا بالارجي 45 ممكن يكون هنا سكازي ممكن يكون يوسبي ممكن يكون عبارة عن فاير واير 1394 1394 تخلي بالك رقم المعيار فلو كتب لك 1394 1394 معنات الفاير واير ولو كتب لك الفاير واير معنات ده فكلها هما نفس بعض تمام؟ موبايل ديفايزي سبورت عندك الميني بي سي اي زي ما الكمبيوتر عنده نورمال بي سي اي اللابتوب عنده ميني بي سي اي وهو متواجد أسفل الكمبيوتر عادة فيستخدم عشان مسألة الترقية وتركب فيه بروت شعشة تمام؟ ده شكل ميني بي سي اي موضوع الدوكينج الدوكينج معناته مرفأ أو ميناء أول عبارة عن المكان اللي بتدخل فيه السفن أو اللي بتحط فيه السفن بتوقف فيه السفن يسمى بالدوكينج المقصود هنا بالدوكينج أنه اللابتوب أنت لما بتروح فيه العمل كثير من الأشخاص محبش تستخدمه بوضعيته وأنا أولهم أنت تاخد دوكينج أنت عشان تحول اللابتوب ده لأدس كتب إيش تحتاج؟ تحتاج إلى سكرين تحتاج إلى كيبورد وماوس بس تمام؟ إذن نقص شيء عبارة عن السيستم يونت وحدة المعالقة المركزية صح؟ كسيستم يونت بيكون عبارة عن اللابتوب تبعك أنت بتبند اللابتوب وبتركوا مباشرة على الدوكينج في البورد ده ومن هنا بتطلع على سكرين ومن هنا بتخرج على ماوس وكيبورد يعني بشكل ده وهنا بيطلع كيبورد وهنا ده مباشرة بين حب بتطلع سكرين تمام؟ أنا كده حولته إلى إيش؟ إلى دسكتوب وهنا بيكون اللابتوب مركب تمام؟ أنا في العمل بستعمل ده الشيء عشان موضوع الفليكسيبيلتي والحركة تمام؟ فهو بيضيف قدرات أو بيوسع قدرات أو بيقوم بعملية تحويل جهاز اللابتوب إلى دسكتوب فلو بتلاهد عندك هنا منفذ شبكة input-output printer screen منفذ عام سيريال ماوس كيبورد عندك الـ USB هنا كمان بالباور الخاص في الدوكينج نحن لو حبينا نشوف أمثلة عالى الـ Docking الآن نفتح ده ده عبارة عن دوكينج كما تشوف عندك الصورة ده كمان عبارة عن دوكينج لو تشوف اللابتوب بفين نحط تمام؟ يعني اللابتوب نحط في المكان ده تمام؟ يعني اللابتوب نحط هنا في المنطقة دي ده عبارة عن الدوكينج اللي أنت تشوفوا الآن تمام ده كمان دوكينج انت بتحط اللابتوب في الموقع ده في المكان ده دوكينج كمان كمان كولينج سيستم اها انا عندي بالشكل ده في العمل عندي نفس الشي دي الشاشة دي تمام انا عندي هنا الشاشة وهنا عندي الدوكينج فتحط اللابتوب بالشكل ده وعندك ماوس وكيبورد صار بتشتغل على الدسكتوب عشان تاخد حريتك ده دوكينج عندك دي صورة اكتر توضيح حول مفهوم الدوكينج كمان ده احدا نوع الدوكينج اللي خارجية اكسترمال دوكينج فشفت صورة واضحة جدا على الدوكينج تحولت الجهاز اللابتوب الى دسكتوب دي صورة توضح انه اضافة قدرات الى قدرات اللابتوب فانا كده وسعت البورد وسعت النيتورك اللي عنده وسعت كل شي تمام كمان دوكينج دوكينج اللي كانت عبارة عن انواع الدوكينج نرقع مرة ثانية طيب بالنسبة للباور منجمنت في اجهزة اللابتوب فقلنا اللابتوب بيشتغل مع الاسي لما بيكون كونكت على الباور على الكهرباء وبيشتغل على الديسي لما بيكون اون بيتري يعني شغال على البطارية في نوعين عندي من انواع البيتري في النوع الاول اسمه ان اي ام اتش بيتري والنوع التاني اسمه الاي اي ايون يعني الليتيوم ليتيوم ايون تمام فالمادة دي كانت ماكسيمم توصل الى ستة اشهر وبعدين تتلافى البطارية وتحتاج الى تبديل تمام والسبب يعود الى فقدان الخلايا الى الطاقة بشكل سريع جدا لكن مادة الليتيوم ايون فعنده قدرة ان تحتفظ او تخزن كميات كبيرة من الطاقة لاوقات كبيرة جدا مع عدم فقدانه للكهرباء بشكل كبير او مع عدم تفريغه للكهرباء فصار اغلب الاجهزة حاليا او كل الاجهزة في الموبايل في اللابتوب في السمارتفون هي تحتمد على مادة الليتيوم مادة الليتيوم هي المادة السوداء اللي متواجدة في البطاريات تمام اما بالنسبة للسل لما تشتري لابتوب انت في بيقولك ستة سل السل هي عبارة عن خلية اشبه بالبطاريات العادية الصغيرة اللي تستخدم في الساعات مقارب للحقم ده فستة سل عندك ست خلايا متواجدة هنا يعني تمام دون ثلاث أربع خمس ست لما بيقولك اطناعش يعني اطناعشر خلية متواجدة وكل ما زادت عدد السل كل ما استمر لفترة اطول في الحفاظ على الطاقة موبايل امبوت ديفايزيس اجهزة الادخال الخاصة في الكمبيوترات اللابتوب او الاجهزة المحمولة عندك التاتش سكرين مؤخرا كفانكشن ظهر وبقوة تاتش بال المكان ده ميني كيبورد يعني هنا تمام فانكشن كين عبارة عن الزرار ده فهو بيطلع حتى في لون برتقالي مع مجموعة من الافات فتلاحظ كل واحد عليه رمز يعني ممكن يطفي الصوت يرفع الصوت يطلع البرائتنيس الوضوح حق الشاشة ينقص البرائتنيس الى توبك بي انستلاشن ان كنفجراشن لابتوب بورتيبال كمبيوتين ديفايزيس معروف في مسألة عملية الباور منجيمنت او ما تسمى بالباور سكيما انت لما تروح على الكنترول بانل وتبدأ تلعب في خصائص الباور منجيمنت انت ممكن تختار وتحدد تمام هالبالانسينج او هالمثلا هوموفيس او هالمثلا بورزنتيشن الاخ تمام ده انت ممكن توصله عن طريق لوحة التحكم ومن ثم الباور اوبشن نحن بنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله لما بنتخل على الابردنك سيستم موضوع الهايبرنت والستانت باي ايش الفرق بينهم الفرق انه الستانت باي وضعية خمول تمام بس الستانت باي ده انه انا لو فصلت التيار عليه وكانت في بيانات مفتوحة او مجموعة من الابليكيشن مفتوحة فبيحصل عملية فقدان للداتا دي والسبب يعود الى انه فقد التيار الكهربائي ليش؟ عشان نظام التشغيل عمل ريستارت او طفا طب ليش طفا نظام التشغيل؟ عشان نظام التشغيل موجود في الرام احنا قلنا اي حاجة ران تايم او شغالة فهي متوقدة في الرام بما انه قطع التيار ومعروف الرام اللي انه تفقد بيانات اتنا انقطاع التيار الكهربائي فنظام التشغيل راح اذا ان الداتا كله راح بس الهايبرنت لا مغاير جدا للفكرة دي الهايبرنت انه انت تفتح الداتا تبعك ويدخل الكمبيوتر في وضعيات الهايبرنت ويدفع مجرد ما تلصي الكمبيوتر ممكن تفصل عليها مصدر الطاقة مجرد ما تلصي الكمبيوتر فبتشوف جميع الداتا تبعك ما زالت متواقدة بدون اي فقدان داتا تمام لا بتكلم عن او الانترفيس الخاصة بالباور منجمنت في ويندوز اكس بي تمام لانه نحن اتكلمنا انه اللابتوب لو مصدرين طاقة اما على الباتري او اما لما يكون بلاج على الكهرباء بشكل ايش مباشر طيب كومنوكيشن كونكشن سليكشن تيب فمعروف بما انه لابتوب فممكن نجيه عنده بلوتوت لمسافة 30 قدم ما يعادل 15 متر انفرارد اي ار اشتغل لمسافة واحد متر وينقل اربعة ميجا بايت فير سكند تمام ويشتغل تحت مبدأ خط الرؤية عندك الواي فاي تمام او الويرليس لابتوب وعندك كمان اليترنك ما يسمى بالارجة خمسة واربعين تمام الى هنا تم الانتهاء من الشابتر الخاص بالفورتيبال ديفايزيس كان معكم اخوكم ملاعصة مشكرككم على حسن الاستماع وطيب الله ووقاتكم شكرا قزيلا اشتركوا في القناة